أكلت مراس إخواتك مبسوط يعني كده طب تعال بقى شوف إيه اللي حيحصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد المراث أمر شرعه الله لم يتركه لنبي ولا لملك ولا لحاكم وإنما الذي حدد الموريس وجعل الفرض لكل واحد من الورصة هو الله سبحانه وتعالى فقط فقال الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فالله حدد نصيب للرجال وحدد نصيب أيضا للنساء وبين نصيب كل وارث كما جاء في صورة النساء في الآيات المذكورة في أول الصورة وآخر الصورة لكن أهل الجاهلية وركز معايا حضرتك كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الزوجات بل كانوا لا يعطون المراس إلا لمن حمل السيف وركب الخيل والفرص للقتال أهل الجاهلية لكن للأسف إلى الآن في ناس متقبلة فكرة أن هي تعيش في المجتمع الجاهلي وأن هي تستمر مع عمل الجاهلية الأولى وتمنع مراس الزوجات ومراس البنات ومراس الإخوات وهكذا ويأكلوا هذا المراس ويستمتعوا بأكله لكن عارف حضرتك أن ربنا لما يختم الآية في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثيين ويختم الآية ويقول فريضة من الله يعني ده فرض من ربنا مش من حد وحضرتك تجي تقول فرضي أنا حمنع المراس وتحط نفسك وتساوي نفسك بربنا جل وعلا سواء تقصد أو ما تقصدش معنى إنك تمنع حق ربنا فرضه يبقى إنك أنت بتعترض على حكم ربنا أنت تسمع لما ربنا يقول كده في آخر آية في صورة النساء بعد ما بين أحكام مراس الأخوات فيقول يبين الله لكم أن تضله يعني ربنا بيحدد الحدود دي وبيبين نصب كل واحد حتى لا نقع في الضلال وحضرتك رايح تركب أطر الضلال جري بكل سرعة علشان تأكل حق يتيمة أو حق أختك أو حق بنت أخوك في مراس أخوك أو غير ذلك كما كان يفعل أهل الجاهلية الأولى امرأة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله هاتان ابنت سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما أخذ مال الأب ولم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك وتنزل الآية صريحة وضحة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين إلى آخر الآية فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عم البنات ويقول أعطي ابنتي سعد الثلثين وإلى أمهما الثمن وما بقي فهو لك هذا قضاء الله وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حابب تعترض وحابب أنك ما تديش مرسل بنات حقهم خاصة لو كت يتيمة وتقبل أنك تكل مال اليتيم اللي ربنا قال فيه إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نار بتاكلها بطنك في الدنيا حتنهش في عظمك في الدنيا حتصب أمراض الدنيا كلها في الدنيا وفي الآخرة وسيصلون سعيرا مبسوط حضرتك كده وإنت أكل مرس إخواتك ومش مديهم حقهم كامل طب شوف كده بعد ربنا ما تكلم في آيات المواريس وذكر حق كل صاحب فرض قال في النهاية إيه تلك حدود الله دي كده توزيع ربنا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم أما الجانب الآخر بالمعترض على حكم ربنا وأكل مال إخواته أو مش عايز الدوم حقهم كامل فربنا يقول له ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ربنا حيهينك في الدنيا وحيهينك في الآخرة ممكن تبسط وتاخد الأموال وتستمتع بيها لكن النتيجة إهانة وزل بس اللي حيهينك ويذلك على أكل أموال اليتامة أو أكل المواريس مش بشر ده اللي حيهينك ويذلك هو خالق البشر سبحانه وتعالى احذر وانتبه ورجع نفسك ورجع الحقوق لأهلها قبل فوات الأوان وقبل ما تسيب الفلوس وترحل ويستمتع بيها الورصة لا استفدت بيها في الدنيا وكمان تعذب عليها في الآخرة نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسلام اشتركوا في القناة